المادة الحادية عشرة بعد المئة من الدستور الأردني تنص صراحة على أن تأخذ الحكومة في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصعدي لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بما لا يتجاوز مقدرة المكلفين لكن في الأردن أصبحت الضرائب هي بمثابة النفط الذي تسد الحكومة منه عجزها المالي وهذا ما أكده قانون الموازنة العامة لعام 2017 حيث أعلنت الحكومة عن توجهها لتحصيل إرادات ضريبية إضافية بقيمة 450 مليون دينار العام الحالي و513 مليون في العام 2018 و571 مليون دينار في 2019 تنفيذا لبرنامج الإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي تحصيل هذه المبالغ سيكون عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة تحت مسميات مختلفة وهذا ما فعلته عندما رفعت رسوم إصدار جوازات السفر وفرض ضرائب على الاتصالات والمحروقات وعلى سلع غذائية عبءها كان على الطبقة الفقيرة المتوسطة لأنها ضرائب غير مباشرة ونسبتها ثابتة على الجميع بذلك تناست الحكومة وعودها المتكررة بعدم المساس بهذه الطبقة والاستكمال تحصيل المبالغ المطلوبة ستعدل الحكومة ضريبة الدخل وتلغي إعفاءات لا تحقق الفائدة منها على حد قولها وخرجت تسريبات أثارت غضب الشارع وسارعت الحكومة بالتأكيد أنها لن تمس الطبقة الوسطى التي بدأت تتلاشى بحسب خبراء ولكن في آخر دراسة استندت إلى أن خط الفقر ثمانمائة وثلاثة عشر دينارا في الأردن أظهرت أن الطبقة المتوسطة في الأردن تشكل تسعة وعشرين وواحدا وثلاثين بالمئة في المئة من سكان المملكة في العام الفين وعشرة ويجنون ما نسبته سبعة وثلاثون وخمسة بالعشرة في المئة من إجمال الدخل وينفقون اثنين واربعين وثمانية بالعشرة في المئة من إجمال النفقات ومعظم الإرادات المحلية تأتي من الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات والتي شكلت ستة واربعين في المئة تقريبا من إرادات العام الفين وستة عشر وهذه الضريبة يدفعها الغني والفقير بنفس النسبة ومن يتحمل عبئها المواطن الفقير في ظل محدودية دخله أما ضريبة الدخل شكلت خمسة عشر في المئة فقط من الإرادات المحلية في العام الفين وستة عشر في الوقت الذي هدفها بالأساس إعادة توزيع الثروة بشكل عادل ويجب أن تكون بالأصل المرجع الحقيقي لخزينة الدولة إذن فهل إصلاح المالية العامة عبر النظام الضريبي فيه خلل حيث تقطع الحكومة مبالغ بسيطة على دخل الطبقة الغنية بموجب ضريبة الدخل مقابل مبالغ مرتفعة من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي تثقل المواطن الفقير لأنها ضرائب غير مباشرة على جيب المواطن